لم يتمكن داعش على الرغم من احتلاله الموصل لحوالى ثلاث سنوات لم يتمكن من تدمير التعايش السلمي واللحمة التي تجمع مكوناتها مسلمون مدينة ومسيحيوها يقدمون اليوم نموذجا لهذا التعايش والتعاون بعد أن تحررت الموصل من إرهاب السعى لتخريب معالمها إلا أنه فشل في التأثير على تعايش أبنائها مراسل أخبار الآن ويسام يوسف لديه المزيد في هذا التقرير إلى الجنوب الشرقي من الموصل يقع هذا الدير الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر الميلادي داخل منطقة تسكنها قبائل عربية مسلمة منذ مئات السنين في قضاء الحمدانية لكن داعش أغل بإرهابه وحاول محو هذا الأرض فقام بتفجيره يوم التاسع عشر من أذار مارس عام 2015 بعد عملية التحرير التي جرت من قبل القوات الأمنية شرعت هذه المنطقة بجمع أموال الدير التي قد سرقت من عصابة داعش الإجرامية وقمنا إحنا أهالي المنطقة الموجودين في المنطقة حاليا بجمع معدات مثل الأستبلتات والمواد الأخرى التي سرقتها عصابات داعش وقمنا بالتنسيق مع الأب الخوري بتنظيف المباني الدير والإعادة المتلكات المسروقة وإعادة بعض الأجزاء التي قدرنا أن نرمر بها بالدير أهالي منطقة الخضر والبساطلية المسلمون حيث يقع دير مار بهنام وسارة لم يتوانوا في المشاركة بإعادة تأهيل الدير واسترجاع ما سرقه مسلح داعش من مقتنيات ثمينة إذ يعدون الدير رمزا دينيا مشتركا لسكان المنطقة من قديمة للزمان ولحد الآن نعتبر رمز ديني من الرمز الديني في المنطقة وجلت بعض العواصف التي عصفت بالدير لكن هذا ما يثنينا أننا نكون أهل وقام الدير أيضا بمساعدة كبيرة من قديمة الزمن واليوم من هذا بمساعدة هذه المنطقة حيث كان المنطقة لا تملك سيارة واحدة إلا هي سيارة الدير حيث تقوم بنقل المرضى والحالة الطارئ إلى المستشفى الجمهوري الآن فالتعايش من المنطقة كلهم متعاونين بمساندة المختار نحن بدورنا مختارين الفئة المنطقة بالحفاظ على وحدة وسمعة الدين لأن نعتبر رمز من الرمز الديني بالمنطقة منذ تحرير هذا المكان يحاول أهالي المنطقة المسلمون إعادة الحياة إلى دير مار بهنام وصار مجددا من خلال المساهمة في إعماره مستغلين كلما توفر لديهم من خدمات وإمكانات أهل المنطقة أرضوا خدماتهم وقاموا بعمل جميلة جدا خاصة مسألة تنظيف الدير ومجالا وأيضا قدموا خدماتهم بأي عمل نقوم به بطالبين أن يشاركونا بهذا العمل هذه الروح التي التمسناها مع أخوتنا المسلمين والتي كانت موجودة أصلا قبل داعش وما تغيرت أنه هو روح انتماء التاريخ الذي يحمله هذا الدير يرتكز إلى العلاقة المتجذرة بين المسيحين والمسلمين لسيما في مدينة الموصل إلى جانب عمق القيم التي تجمع المكونات الدينية والتي تجسدت مجددا بعد زوال داعش عبر تعاون مستمر لإعمار ما حاول التنظيم الإرهابي تخريبه